السلام عليكم معركة غزة معركة غزة الأولى والثانية سألت الويكيبيديا عن معركة غزة فأعطاني النتيجة التالية معركة غزة الأولى وقعت معركة غزة الأولى بتاريخ السادس والعشرين من آذار مارس 1917 خلال أول محاولة لقوة التجريدة المصرية أي الإنجليزية حين كانوا يحتلون مصر واسمها A.A.F. غزو جنوب فلسطين في الإمبراطورية العثمانية خلال حملة سيناء وفلسطين في الحرب العالمية الأولى حدث القتال داخل وحول مدينة غزة على ساحل البحر المتوسط عندما هجم المدينة جند المشات وخيالة من رتل خيالة الصحراء جزءا من القوات الشرقية البريطانية في وقت متأخر بعد الظهيرة انسح برتل خيالة الصحراء البريطاني بعد أن كان على وشك الاستيلاء على غزة الاستيلاء عليها من القوات العثمانية بسبب مخاوف من اقتراب الظلام والتعزيزات العثمانية الضخمة تبع هذه الهزيمة البريطانية لاحقا بعد عدة أسابيع هزيمة أشد للقوات البريطانية الشرقية في معركة غزة الثانية في أبريل 1917 يعني في الشهر اللاحق في أغسطس 1916 أنهى انتصار قوات المشات المصرية في معركة روماني احتمى احتمالية شن هجمات أرضية على قناة السويس والتي تعرضت أول مرة للتهديد في فبراير 1915 من قبل حملة ثرعة قناة السويس الأولى في ديسمبر 1916 أدى انتصار رتل خيالة الصحراء الحديث في معركة مغضبة أو مغضبة إلى تأمين ميناء العريش على البحر المتوسط وطريق الإمداد وخط أنابيب المياه والسكك الحديدية الممتدة شرقا عبر شبه جزيرة سيناء في يناير 1917 أكمل انتصار رتل خيالة الصحراء في معركة رافا الاستيلاء على شبه جزيرة صنعاء وجعل قوة التجريدة المصرية على مسافة قريبة من غزة في مارس 1917 بعد شهرين لاحقا هاجمت قوات المشات الشرقية غزة من الفرقة 52 المعززة بلواء مشات كان هذا الهجوم محميا من تهديد التعزيزات العثمانية عن طريق فرقة أنزاك للخيالة وحاجز من فرقة الخيالة الإمبراطورية تمت بقوة مقاومة هجوم المشات من الجنوب والجنوب الشرقي على المواقع العسكرية العثمانية داخل وحول غزة في الحين الذي استمرت فيه فرقة المشات البريطانية في صد تهديدات التعزيزات العثمانية هاجمت فرقة خيالة أنزاك اليهودية المدينة من الشمال نجح في الدخول إلى المدينة من الشمال بينما استولى هجوم مشترك لجند المشات ورتل خيالة الصحراء على المنطار على المواقع من ناحية ثانية أدى تأخر الساعة وعزم وبسالة القوات المدافعة العثمانية والتهديد من التعزيزات العثمانية الكبيرة التي اقتربت من الشمالي والشمال الشرقي أدت إلى قرار القوات الشرقية بالانسحاب قيل إن هذه الخطوة انتزعت الهزيمة من بين فكي النصر خلفية نظرا لأن عمليات التحالف في الشرق الأوسط كانت ثانوية مقارنة بحملات الجبهة الغربية فقد رفضت التعزيزات التي طلبها الجنرال سير أرشيبالد موراي وهو قائد الحملة قائد قوة التجريدة المصرية AAF علاوة على ذلك بتاريخ 11 يناير 1917 أخبرت وزارة الحرب موراي أن العمليات واسعة النطاق ستؤجل في فلسطين حتى سبتمبر وأبلغه المشير وليام روبرتسون رئيس الأركان العامة الإمبراطورية أنه يجب أن يكون جاهزا لإرسال فرقتين مشات ربما إلى فرنسا لاحقا بعد أسبوع تلقى موراي طلبا بفرقة المشات الأولى وأرسل الفرق رقم 42 شرق لانكشاير أكدوا له أنه لن يتم النقل أي من وحدات المشات الخيالة التابعة له من قوة التجريدة المصرية وقيل له إنه لا توجد نية للحد من هذه الأنشطة حيث يرى أن موريده تبرر ذلك كرر موراي تقديره أنه كان هناك حاجة لخمسة فرق مشات إضافة إلى وحدات الخيالة للعمليات الهجومية بعد 26 فبراير 1917 عندما قرر الكونغريس الأنجلو فرنسي في كاليه شن هجوم ربيعي حصل موراي على تشجيع قوي أعطى قرار المجلس الأعلى للحرب زخما متزايدا لنشاط الحلفاء بتاريخ الثامن من مارس عندما بدأت الثورة الروسية بحلول 11 من مارس احتلت القوات البريطانية بغداد في بلاد ما بين النهرين وشن هجوم في مقدونيا في أبريل شن البريطانيون معركة أراس وأطلق الفرنسيون هجوم ديفيل كانت أهداف بريطانيا الثلاث الرئيسية في الحرب هي الحفاظ على سلطة القانون البحري في البحر المتوسط مع الحفاظ على توازن القوى في أوروبا والأمن في مصر والهند والخليج العربي كان بالإمكان تأمين هذا الأخير من خلال التقدم إلى فلسطين والاستيلاء على القدس كان من الممكن أن يؤدي تقدم آخر في نهاية المطاف إلى قطع القوات العثمانية الموجودة في بلاد ما بين النهرين عن تلك الموجودة في شبه الجزيرة العربية وتأمين المنطقة هذا بالنسبة للحملة الأولى أما بالنسبة إلى معركة غزة الثانية دارت معركة غزة الثانية في جنوب فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى وهي المحاولة الثانية التي تنفذها القوات البريطانية لكسر الدفاعات العثمانية على طول الخط بين غزة وبئر السبع كانت معركة غزة الأولى في السادس والعشرين من مارس آذار 1917 فشلا لقوات الحلفاء بعد قرار القائد الجنرال شارلز دوبل بسحب قواته عندما كان في وضع يمكنه من الانتصار شجع الانتصار في المعركة الأولى العثمانيين على الثبات على خط غزة بئر السبع في الوقت الذي كانت بريطانيا تستعد لتجديد هجومها أقوى منذ قبل كانت المعركة هزيمة أخرى كارثية للبريطانيين وخاصة في صفوف قوات المشاة البريطانية ومكلفة بالنسبة للحلفاء وأسفرت عن إقالة قائد قوة التجريدة المصرية الجنرال أرشيبالد موراي الذي كان قد بدأ حملة سيناء وفلسطين منذ يناير 1916 واستبداله بالجنرال إدموند الليمبي الذي استطاع إعادة تنظيم قواته وانتصر على العثمانيين في معركة غزة الثالثة كاسرا خط بئر السبع غزة الدفاعي لتبدأ حملته على القدس وهذه الصورة لمدفع رشاش عثماني أثناء المعركة طبعا نرى الجو الصحراوي منطقة غزة وبئر السبع جوها صحراوي كما نرى والعنوان هنا جنود عثمانيون بعضهم مسلح برشاشات MG8 خلال معركة غزة الثانية لاحظ أن الرشاشات المذكورة منصوبة على مرجلات ثلاثية القوائم عوض المطيات المزلقة التي شاع استخدامها مع هذا النوع من الأسلحة يعني أن الرشاشات هذه تستخدم هنا وليست كباقي الرشاشات في غير أماكن بسبب الجو على ما أعتقد نلاحظ أنه يوجد معركة غزة الأولى والثانية والثالثة خلفية الوضع الاستراتيجي تم التراجع عن قرار مجلس وزراء الحرب الصادر في 11 يناير لتقليص العمليات واسعة النطاق في فلسطين في المؤتمر الأنجلو فرنسي في 26 فبراير وكان مطلوبا من قوة الاستطلاع المصرية الآن الاستلاء على معقل غزة كخطوة أولى نحو فلسطين كانت غزة واحدة من أقدم المدن في العالم كونها واحدة من خمس دول مدن مذكورة في الكتاب المقدس كما يحكمها الفلسطينيون وقد خاضت المعاركة عدة مرات خلال تاريخها الممتد أربعة آلاف عام كان المصريون والآشوريون قد هاجموا غزة وتبعهم الإغريق عام 731 قبل الميلاد وشن الإسكندر ثلاث هجمات وحصار غزة عام 332 قبل الميلاد تم تدمير المدينة بالكامل في عام 96 قبل الميلاد وأعيد بناؤها قليلا إلى الجنوب من الموقع الأصلي استولى الخليفة عمر على غزة عام 635 انظروا إلى المصطلح استولى وصلاح الدين عام 1187 ميلادي ونبليون عام 1799 ميلادي في غزة كان هناك مسودع مهم للحبوب مع طاحونة بخارية ألمانية تم زراعة الشعير والقمح والزيتون وكروم العنب وبساتين البرتقال والأخشاب للوقود بالإضافة إلى العديد من الماعز التي ترعى تم تصدير الشعير إلى إنجلترا لتخمير البيرة الإنجليزية وفي عام 1912 استورد سكان غزة البالغ عددهم 40 ألف جنيها استرلينيا ربما خطأ الترجمة عددهم 40 ألف نسمة بعشرة آلاف جنيه استرليني من الغزل من منشستر تمت زراعة الذرة والدخن والفصولياء والبطيخ وجميعها تم حصادها في أوائل الخريف في معظم هذه المناطق قاتلت جميع فرق عمود الصحراء المشات والمرتفعة خلال حرب غزة الأولى عندما شاركت الفرقة 53 الويلزية من ويلز في غرب إنجلترا في الطابور بشكل كبير أكدت حرب المواجهة التي قامت بها الفرق الخيالة على السرعة والمفاجأة في وقت كانت فيه غزة بؤرة استيطانية محصنة من قبل انفصال قوي على جانب خط يمتد داخليا من البحر الأبيض المتوسط في حين أن فرقة أنزاك الخيالة في عمود الصحراء والفرقة الإمبراطورية المشكلة جزئيا قد انتشرت بسرعة للحماية من التعزيزات العثمانية التي عززت الحامية العثمانية في غزة في السادس والعشرين من مارس كانت الفرقة 53 الويلزية مدعومة بلواء من الفرقة 54 من شرق أنجليان هاجمت التحصينات القوية جنوب البلدة في فترة ما بعد الظهر بعد تعزيزها من قبل فرقة أنزاك الخيالة سرعان ما بدأ هجوم جميع الأسلحة ينجح مع القبض على معظم الأهداف أوقف الليل الهجوم وأمر بالانسحاب قبل أن يكون القادة على دراية كاملة بالنصر انتهت الحرب الأولى في كارثة وفقا لبوغسلي عندما علمت فرقة أنزاك الخيالة أنهم ينتصرون ورأوا الانتصار ينتزع منهم بأمر الانسحاب أي حينما أوشكوا على الانتصار جاء الأمر بالانسحاب تزامنت هذه الهزيمة مع انخفاض الروح المعنوية العامة في الإمبراطورية البريطانية مما يعكس استمرار فشل الحلفاء على الجبهة الغربية أي في أوروبا أبلغت جنرال أرشيبالد موراي هذه صورته قائد القوات الأوروبية للهزيمة في غزة إلى مكتب الحرب بعبارات مفرطة في التفاؤل لدرر أن سمعته نتيجة لذلك اعتمدت على نصر حاسم في المحاولة الثانية كما أشار قائد القوات الشرقية الليفتننت جنرال تشارلز دويبل إلى انتصار كبير وأمر موراي بالمضي قدما والاستيلاء على القدس لم يكن البريطانيون في وضع يسمح لهم بمهاجمة القدس لأنهم لم يخترقوا الدفاعات العثمانية في غزة طبعا كما نرى الدخول من مصر إلى فلسطين يستوجب المرور في غزة فهي واجهة الدفاع عن القدس وما يليها ومع ذلك وصف المؤرخ الرسمي الأسترالي حرب غزة الأولى بشكل مختلف تماما الاشتباك في حد ذاته كان بمثابة ضربة قاسية للجيش البريطاني لأنه أثر على القوات على الجانبين بدرجة لا تتناسب مع الخسائر التي تكبدها أو على الانتصار السلبي الذي حققه الأتراك لم يكن هناك جندي واحد في المشاة البريطانية أو جندي في كتائب الخيالة الذي لم يعتقد أن الفشل كان بسبب خطأ الموظفين وليس بسبب شيء آخر وشملت الاستعدادات للهجوم الثاني تمديد خط السكة الحديدية إلى دير البلح مقر القوة الشرقية لتمكين كل القوات المتاحة من الانتشار للحرب ثم بناء خزانات مياه لستة وسبعين ألف جالون في وادي الغوزي كما تم إنشاء مستودعات الذخيرة والإمدادات في مكان قريب كانت طقس باردا بدرجة معقولة وكانت صحة القوات جيدة وكانت المعنويات قد تعافت من خيبة الأمل في الحرب الأولى والتي كان النصر فيها بعيدا عنهم حتى الرابع من أبريل كانت القوة الشرقية مسؤولة عن القطاع الجنوبي ولقوات دفاع قناة السويس 150 ميل أو 240 كيلومتر ثم أو تم نقل هذا الواجب إلى القوة المشاة المصرية مما أدى إلى تخفيف عبئ دوبيل إعادة تنظيم عمود الصحراء بين المعارك الأولى والثانية إعادة تنظيم عمود الصحراء بين المعارك الأولى والثانية في غزة وعيد تنظيم عمود الصحراء بقيادة الفريق فيليب شيتود إلى قوة حصرية تتكون من فرقة أنزاك الخيالة بقيادة اللواء هنري شوفيل وفرقة الخيالة الإمبراطورية بقيادة اللواء هنري هونغستون كل منها بأربعة ألوية كان عمود الصحراء يغطي الجناح الأيمن للمشات ويهاجم القوات العثمانية على طول طريق غزة إلى بئر السبع حتى حريرة تم إصدار أوامر للوائين الأول والرابع من الخيول الخفيفة للانضمام إلى فرقهم لتشكيل أربعة ألوية في كل منها تتألف فرقة أنزاك الخيالة من الخيول الخفيفة الأولى والثانية والبندقية النيوزلندية واللواء الثاني والعشرون تتألف فرقة الخيالة الإمبراطورية من الخيول الخفيفة الثالثة والرابعة التي تم إصلاحها مؤخرا مع اللوائين الخامس والسادس وصل اللواء الرابع من الخيول الخفيفة إلى خان يونس في الحادي عشر من أبريل وبعد إلقاء الأمتعة كان يستعد للمضي قدما في الرابع عشر من أبريل نيسان حاملا مقياسا متنقلا خفيفا مكونا من ستة حقائب طوارئ لكل سرب وحصص لمدة ثلاثة أيام واثنى عشر رطل حوالي خمسة فاصل أربعة كيلو جرام من الحبوب على كل حصان عمليات الاستطلاع في الأول من أبريل تم تنفيذ مهمة استطلاعية شرق وادي غزة بين وادي الشريعة والبحر من قبل كتيبة واحدة من فرق 52 في الأراضي المنخفضة و 53 من ويلز و 54 شرق أنجليا نلاحظ أن هذه التشكيلة مجموعة الأراضي المنخفضة المقصود بها هولندا في اليوم التالي تقدم ألف جندي من المشات العثمانيين إلى الضفة اليمنى لوادي الغزة وقامت جانبان بتسيير دوريات نهارية وليلية قاد الكشافة العاشرة من فوج الخيول الخفيفة استطلاعا بواسطة اللواء الثالث للخيول الخفيفة شرق وادي الغزة عندما كانت المدفعية العثمانية نشطة للغاية خلال مناوشات مع دورية من سلاح الفرسان العثماني على بعد أميال قليلة من خط الجبهة قوة الاستطلاع المصرية جوزيف ديبليو ماكفرسون لابط في فيلقي نقل الهجن المصري تمت دعوته من قبل اثنين من رفاق المهندس الملكي لمرافقتهم في استطلاع خلال ظهر يوم الجمعة العظيمة في السادس من أبريل 1917 كتب بعد ذلك لقد رأينا أحزابا من الأتراك ورسموا خنادق جيدة قاموا بإنشائها وتم قنصهم بالمصادفة واضطررنا إلى السفر لمسافة طويلة على بطوننا حرب جوية تم قصف رافا مرتين في الثاني عشر من أبريل من قبل ثلاث طائرات ألمانية وبعد ذلك قصفت سبعة عشر طائر من أسراب قوة الاستطلاع المصرية المشتركة المواقع العثمانية على طول خط بئر السبع مما أسقط ألف رطل من القنابل في كل منهوج والبير وأعقبت الغارات الانتقامية تتابعا سريعا قبل منتصف النهار واستمرت خلال الأيام الثلاثة اللاحقة مصعوبة بتزايد نيران المدفعية الثقيلة بين الجانبين هذه حرب غزة الأولى خريطة حرب غزة الأولى هذه خريطة الحرب حرب غزة الأولى الموقف في حوالي الساعة ثمانية عشر يعني السادسة مساء يوم السادس والعشرين من مارس يظهر العثمانيون باللون الأخضر في هذه المناطق بالشمال الشرقي هذه غزة وهذه أظنها من عمل الضباط في ذلك الوقت في ذلك المكان عمل يدوي وهذه الصحراء الشرقية المعروفة أيضا بالنقب هذه سيناء وهذه هنا تبدأ الرفح وغزة وهذه الغزة هنا يتكلم أيضا عن القوات المهاجمة المدفعية والدروع الدعم الجوي وخرائط أخرى هذه ساحة الحرب هذه مدينة غزة معركة غزة الثانية العمليات المركزية في السابع عشر من أبريل ألف وتسعمائة وسبعة عشر هذه غزة هنا العمليات الغربية في السابع عشر من أبريل أيضا هذه صور واقعية حقيقية العمليات الشرقية في السابع عشر من أبريل ألف وتسعمائة وسبعة عشر هذه كلها غزة الثانية معركة غزة الثانية تم اكتساب المراكز بحلول الساعة عشر وثلاثين دقيقة في التاسع عشر من أبريل وتم توحيد المراكز لاحقا هذه غزة هنا هذا مدفع رشاش عثماني هذا التعليق على الصورة كما نلاحظ هنا الموقف في الساعة أربعة عشر يعني اثنين ظهرا حرب غزة الثانية نلاحظ الحركات جاءت بهذا الشكل وليست عن طريق البحر أو بجوار البحر دبابة مارك الأول البريطانية عمليات في التاسع عشر من أبريل 1917 في منتصف خط غزة حتى بئر السبعة تعرض قسم بندقية فيكرس للملازم كرافن للقصف أثناء استهداف معقل دبوس الشعر بشكل فعال هذا التعليق على هذه الصورة التعليق هنا أسترالي يراقب الحرب من سيارة مصفحة طبعا السيارات العسكرية في ذلك الوقت كانت بهذا الشكل هنا مجموعة أو إحصائية لعدد الوحدات والإصابات الفرقة 52 الأراضي المنخفضة 1874 إصابة الفرقة 53 الولزية 584 إصابة الفرقة 54 من شرق أنجليان 2870 إصابة قسم الخيالة أنزاك 105 إصابة شعبة الخيالة الإمبراطورية 547 إصابة لواء الجمال الإمبراطوري 345 إصابة المجموعة 6325 إصابة وكما لاحظنا هذه من الويكبيديا عن معركة غزة الأولى والثانية أترككم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر